اشتركوا في القناة بمجرد ما نسمع العدوان على طول يعني الذهن سيبدأ في استدعاء ما يتعلق بالقتال والجهاد اولا القتال فرض في الاسلام لغاية رئيسة ورصين ما هي هذه الغاية الدفاع عن النفس صد العدوان رفع التغيان الدفاع عن الدين والوطن والدولة لا شيء في الدنيا يعادل قيمة الوطن والمقياس الحقيقي لطبع الانسان يظهر في تعامله مع وطنه وقضايا وطنه فان كان من اهل الوفاء والنبل والمروءة فستجده يبذل طاقاته وقدراته وامكاناته ومواهبه في اعزاز وطنه واعزاز ابناء وطنه وفي تقدم ورقي وصناعة الحضارة لهذا الوطن وفي الدفاع عن هذا الوطن وعن مقدراته الى غير ذلك اما من كان يتصف باللؤم والنكران فستجده لا يبال طيب لما فرد القتال كانت الغاية من فرضه هو هذا الان الصد العدوان الدفاع عن النفس رفع الطغيان الدفاع عن الدين عن الدولة عن الوطن هذا هو الاصل الاصيل في فرض القتال لا ان تبادر احدا بقتال ولا ان تذهب الى فلان حتى يعني تؤذيه لا هذا ليس من عدالة القتال الدفاعي الذي اضطر اليه المسلمون ومع وقوفهم في هذا القتال عند حدود رد العدوان قال سبحانه وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين ولأجل ذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم وضع ضوابط واخلاقا صاغها صلى الله عليه وسلم كدستور اخلاقي يعني لن تجده في اي دين وفي اي حضار دستور اخلاقي ظهر تطبيقا لأول مرة في تاريخ الحروب والقتال قبل اربعة عشر قرنا من الزمان عند النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مثلا من هذه الضوابة الاخلاقي لا يجوز قتال قوم الا بعد اعلامهم لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا ايه واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين طبق المسلمون هذا التشريع القرآنية واقعا عملي ما كان يتوجه احد للمسالمين ابدا من غير المقاتلين من الاعداء فالقتال فقد ضد المقاتلين طيب ايه كمان من الضوابط الاخلاقي تحريم الخيانة في المغانم تحريم السرقة من اموال المحاربين تحريم الغدر حتى بالاعداء اثناء القتال تحريم التمثيل بالقتلة احتراما لهذه الكرامة الانسانية ولجثث القتلة طيب نجد هذه الامور كلها يعني صاغها النبي صلى الله عليه وسلم في مجموعة من المعالم زي ما قلنا بنسميها دستور اخلاقي وضوابط اخلاقية في الحروب ما تجدها في اي دين او حضارة سيدنا ابو بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه صاغ كل هذه الوصايا اللي هو الدستور الاخلاقي اللي تعلمه من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فأف يوم من الايام كده كما اخرج لنا كما جاء في الدرر في اختصار المغازي والسير قال لأحد امراء جيشي شوف سيدنا ابو بكر بيقول له ايه انك ستجد قوما زعموا انهم حبسوا انفسهم لله عز وجل فذرهم وما زعموا انهم حبسوا انفسهم له وستجد قوما فحصوا عن اوساط رؤوسهم من الشعر فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف واني موصيك بعش غكز بأ لا تقتلن امرأ ولا صبيا ولا كبيرا هريما ولا تقطعن شجرا مثمرا ولا تخربن عامرا ولا تعقرن شاتا ولا بعيرا الا لمأكلة ولا تحرقن نخلا ولا تغرقن ولا تغلل ولا تجبن ما هذا الجمال يعني دستور اخلاقي عظيم حتى في وقت القتال ولذلك بقراءة دقيقة وعميقة لما سبق نستطيع ان نبرز مثلا اهم شروط وضوابط الجهاد في الاسلام منها النبل والوضوح في الوسيلة والهدف منها لا قتال الا مع المقاتلين ولا عدوان على المدنيين ابدا منها اذا جنحوا للسلم فاجنح لها يعني اذا انتهوا عن القتال فلا عدوان الا على الظالمين منها المحافظة على الاسرة ومعاملتهم المعاملة الحسنة التي تليق بالانسان واقرأوا جيدا في ذلك عند النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مثلا مع تمام بن اسال كيف تعامل مثلا مع اسر بدر وهكذا المحافظة على البيئة لك ان تتخيل في وقت الحروب نعم المحافظة على البيئة يدخل ذلك في النهي عن قتل الحيوان لغير مصلحة في النهي عن تحريق الاشجار في النهي عن افساد الزروع والثمار والمياه في النهي عن تلويث الابار في النهي عن هدم البيوت هذا موجود كذلك المحافظة على الحرية الدينية لاصحاب الصوامع والرهبان وعدم التعرض لهم اذا هذه اثار مترتبة على فرض القتال والجهاد وهذا الدستور الاخلاقي في الاسلام الذي يظهر اثره فيه تربية النفس على الشهامة والنجدة والفروسية في ازالة التواغيط الجاثمة فوق صدور الناس يعني الشر الذي يؤدي الى افساد الارض بعد اصلاحها في اقرار العدل والحرية لجميع الناس مهما كانت عقائدهم في تقديم القضايا العامة على المصلحة الشخصية في تحقيق قوة ردع مناسبة لتأمين الناس في اوطانه طيب يبقى دي كده اشان بس نبرز موضوع الذي يتعلق بفرض القتال او الجهاد يبقى كان هناك غرض الرئيس ورصين وهو رد العدوان من شروط الجندي كان صلى الله عليه وسلم ينظر في الجنود قبل المعركة فمن رأى لياقته للقتال اجازة ومن وجد غير ذلك رده وذلك سيدنا بن عمر يقول ايه عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد في القتال وانا ابن اربع عشرة فلم يجزني يعني كان عنده 14 سنة فلم يجزني ايه للمشاركة في هذا القتال فلما كان يوم الخندق وانا ابن خمس عشرة فاجازني وقد اجاز صلى الله عليه وسلم يوم احد سمر بن جندب ورافع ابن خديج في الرماء وكان سنهم وقتها 15 برضو ايه سنة يبقى خلي بالحظ في شروط لاختيار الجندي اللياقة والقدرة وغير ذلك وهذه تعود لفراسة النبي صلى الله عليه وسلم التصرف بحكمة وعدم افشاء الاسرار احب نتكلم عن ايه استراتيجيته صلى الله عليه وسلم في صد العدوان وفي رد العدوان فدي من الامور التي كانت يتسم بها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من الامور التصرف بحكمة وعدم افشاء الاسرار كانت في حاجة كده زمان اسمها ايه اسمها الرسالة المكتومة يعني الرسالة المكتومة يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل رسالة ما مع أحد قائد الجيش وكان يخبره أنه ما يفتحاش إلا في مكان معين أو في ساعة معينة لما يقرأ هذه الرسالة يبدأ يطبأ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم شوف كده النبي صلى الله عليه وسلم مثاله بعث سرية من المهاجرين قوامها إثنى عشر رجلا بقيادة سيدنا عبد الله بن جحسن الأسدي طيب إيه وظيفة السرية لها القيام بواجب اسم واجب لاستطلاع يعني ليه كده سرية للاستطلاع توجهت هذه السرية نحو هدفها كما وجههم رسول الله صلى الله عليه وسلم قائر السرية له سيدنا عبد الله بن جحس مع رسالة بس إحنا قلنا الرسالة دي مالها مكتومة يعني محدش عرفها لس أمره رسول الله ألا يفتحها إلا بعد يومين من مسير يبقى بعد مرور يومين من انطلاقي ومن مسيره يبدأ في فتح هذه الرسالة ومن ثم ينفذ ما جاء فيها فلما سار سيدنا عبد الله بن جحسن يومين فتح هذا الكتاب فنظر فيه فإذا نظرت في كتاب هذا يعني مكتوب في هذا الكتاب اللي هي الرسالة المكتومة إذا نظرت في كتاب هذا فامضي حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم ثم قال لأصحاب سيدنا عبد الله بيقول بعد ما أرى الرسالة قد أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمضي إلى نخلة أرصد بها قريشا حتى آتيه منهم بخبر وقد نهاني أن أستكره أحدا منكم فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق ومن كره ذلك فليرجع فأما أنا هذا كلام سيدنا عبد الله فأما أنا فماض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضى ومضى معه أصحابه لم يتخلف عنه منهم أحد وسارعوا إلى تنفيذها فورا نيب أدي اسمها الرسالة المكتوبة إذن فقد ابتكر الرسول صلى الله عليه وسلم هنا أسلوبا جديدا وهو الرسائل المكتومة للمحافظة على الأسرار ولحرمان أعداء الإسلام من الحصول على المعلومات التي تفيدهم عن تحركات المسلمين وأهدافهم ومراميهم هذا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كأن رسول الله يخبرنا عن طريق هذا التصرف أن نبتكر دائما وأن نكون أهل إتمام وإحكام وضبط وإتقان وأن نستخدم الأدوات والآليات الممكنة والمتاحة على وفق قدراتنا وإمكاناتنا للمحافظة على الأسرار الكتاب مملوء ببعض النمازج ما حدث يوم أحد ودومة الجندل ويوم الأحزاب فلنقرأ هذا الأمر جيدا الذي يخبر عن هذا الابتكار الذي ابتكره سيدنا رسول الله تعالوا الآن ننتقل إلى سياسته صلى الله عليه وسلم في تجنب القتال النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم قال عنه ربه عز وجل وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ واستفاد العلماء العاملون النابهون من هذا الوصف المنير لسيدنا رسول الله أن الإنسانية هي وطن كل مؤمن فالنبي رحمة للعالمين والنبي صلى الله عليه وسلم دائما يؤسس للتسامح القيم النبيلة التي تؤسس للألفة لا للفرقى للتجمع لا للتشتد للتعاون لا للتعاند للتدبير لا للتبرير للتعمير لا للتخمير هكذا للتخريب هكذا جاءنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سياسته في تجنب القتال كان صلى الله عليه وسلم حريصاً في استراتيجيته التي تتعلق بالقتال على تجنب القتال وعلى الاحتراز منه ومن كل ما يؤدي إليه ما دام هذا لم يكن صداً للعدوان كما ذكرنا في بداية الأمر من حكمة فرض الجهاد أو القتال من هذه النماذج أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوجه إلى عدم التفتيش عما في قلوب الناس فلو أظهر أحد المقاتلين الشهادة أثناء الجهاد خلاص عصم دمه وكان له الأمن ودليل ذلك ما جاء عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه أخبره أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلاً من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها قال صلى الله عليه وسلم لا تقتل قال فقلت يا رسول الله إنه قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله قال لا تقتل فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال ونحن نعلم أيضا حديث سيدنا أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه حين يعني كان هناك رجل في ساحة القتال فطعنه فوقع في نفسه من ذلك فذكره النبي صلى الله عليه وسلم يعني الرجل قال لا إله إلا الله فطعنه سيدنا أسامة بن زيد فلما ذكر ذلك لرسول الله قال له النبي أقال لا إله إلا الله وقتلته قال قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاع قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا فما زال يكررها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على سيدنا أسامة حتى إن سيدنا أسامة قال حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ تمام طيب يبقى سياسته النبي صلى الله عليه وسلم كانت في تجنب القتال كان من توجيه أيضا عدم اتباع الفار أو الهارب من المعركة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة في كل مفصل من مفاصل الحياة حتى إنه صلى الله عليه وسلم كان يرسخ فينا أن يحول غريزة الانتقام إلى أداة فضل ورحمة بل إنه لم يقتصر على النهي عن تعذيب مثلا الأسير أو تجويعه بل امتد هذا الأمر إلى الحث على الإحسان إليه وإكرامه ومساواته بالمسكين واليتيم وحديث أثامة ثمامة ابن أسال ليس عنكم ببعيد وهو أسير قد قتل كثيرا من الصحابة حتى إنه توعد بقتل النبي ولما جاء أسيرا كيف عمله النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يؤتى إليه هذا الطعام من بيت النبي صلى الله عليه وسلم يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسق فينا أن لا يكون الإنسان انتقاميا طيب تعالوا نمر سريعا على أحداث كثيرة لنصل إلى خطبة الوداع في هذه الخطبة صاغ النبي صلى الله عليه وسلم في كلمات جامعة ووصايا مركزة الكثير من الحقوق والواجبات للإنسان ثم إنه صلى الله عليه وسلم قد طلب من كل من شهد هذه الخطبة وسمعها أن يبلغ من غاب ومن ثم كانت كل كلمة في هذه الخطبة لا تزال هداية لكل إنسان على الرغم من تعاقب القرون واختلاف البيئات وتمايز الأجناس إلا أنها ستظل هداية لكل إنسان فقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم النح وقال ليبلغ الشاهد الغائد فإنه رب مبلغ يبلغه أوعى له من سامع من أبرز الأفكار التي جاءت في خطبة الوداع ما نستطيع أن نحقق به الوحدة في أسمى معنيها فقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إلى أن تتحرك من الوحدة الإسلامية إلى الوحدة الإنسانية ومن هنا تبرز قيمة الإنسانية حيث قال صلى الله عليه وسلم ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى كذلك في خطبة الوداع كان فيها نسخ لكل ما هو جاهلي ولكل ما هو ظالم من الشرائع التي سبق الذهور الإسلام حيث قال صلى الله عليه وسلم وإن كل ربا موضوع وإن كل دم كان في الجاهلية موضوع إنما النسيء زيادة في الكفر أيضا من فقه هذه الخطبة التأكيد على مساواة النساء للرجال في الحقوق والواجبات فقد أوصى صلى الله عليه وسلم بهن خيرا بل بدأ بذكر حقهن على الرجال فكانت عباراته صلى الله عليه وسلم تؤسس لعقد إنساني متبادل يعني العلاقة بين الرجل والمرأة ليست علاقة ندين متصارعين وإنما هي علاقة شقين متكاملين النساء شقائق الرجال فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد من خلال خطبة الوداع على حق النساء ويقول صلى الله عليه وسلم واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان إن لنسائكم عليكم حقا ولكم عليهن حقا إبأكد رسول الله من خلال هذا الكلام المنير حق النساء على الرجال وكذلك حق الرجال على النساء من أهم الأفكار التي جاءت كذلك في خطبة الوداع القدوة أهمية القدوة فقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمام هو الإمام في الريادة فيبدأ بنفسه وهذا ما نلاحظه جيدا فيما جاء من وصايا خلال خطبة الوداع حيث قال صلى الله عليه وسلم وإن رب العباس بن عبد المطلب موضوع كله وإن أول دم أضع دم بن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه حتى يكون قدوة لغيره كذلك في خطبة الوداع كان تحديد المعيار الذي تتحاكم إليه الأمة دائما وأبدا والتي تعود إليه دائما وأبدا وهو الكتاب والسنة المشرفة فقد قال صلى الله عليه وسلم فإني قد بلغت وتركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضل أبدا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم المرض الذي مرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوائل شهد صفر من السنة الحادية عشر للهجرة مرض النبي صلى الله عليه وسلم بالحمى وكانت شديدة حتى إن بعض الصحابة كان يقول كنت أعود رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك روايات كثيرة في هذا الأمر فبمجرد أن يضع يده على جبهة النبي بمجرد أن ينزع مباشرة من شدة حمى السيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحمى استمر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة عشر يوما ينتقل في بيوت أزواجه لما اشتد عليه المرض استأذن النبي صلى الله عليه وسلم منهن وهذا من باب الأدب ومن باب فقه الشعور بالآخر ومراعاة المشاعر وهذا أمر نتعلمه مسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة عشر يوما ينتقل بين بيوت أزواج لما اشتد عليه المرض واشتدت عليه الحمى استأذن النبي صلى الله عليه وسلم منهن أن يمرض في بيت عائشة فأذن له ولما تعذر النبي صلى الله عليه وسلم عليه الخروج إلى الصلاة قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس ففوض هنا سيدنا أبا بكر في أن يصلي إماما بالصحاب الأنصار لما رأوا اشتداد المرض بالنبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يعني يمشون أمام المسجد النبوي قلقين فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع صوب الرأس يعني يخط برجليه متوكئا على سيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا الفضل وكان يتقدمهم العباس ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يمشي وحده فالمرض شديد ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستند إلى علي بن أبي طالب ويستند إلى الفضل وأمامه العباس وكان يخطو النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس في أسفل مرقات المنبر صلى الله عليه وسلم أحاط به الناس حمد الله عز وجل وأثنى عليه سبحانه ثم قال أيها الناس بلغني أنكم تخافون من موت نبيكم هل خلد نبي قبل فيمن بعث إليه فأخلد فيكم فيعني ألا وإني لاحق بربي وإنكم لاحقون به فأوصيكم بالمهاجرين الأولين خيرا وأوصي المهاجرين فيما بينهم إلى أن قال ألا وإن موعدكم الحوض فمن أحب أن يريده علي غدا فليكفف يده ولسانه إلا فيما يمغي يعني حتى في المرض الشديد وفي هذا التصرف النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع المش ويجلس وما زال يعطي هذه العظات المنيرة لأصحابه الكرام بينما المسلمون في صلاة الفجر من يوم الاثنين في شهر ربيع الأول وكان سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه يصلي إماما بالمسلمين إذ برسول الله صلى الله عليه وسلم قد يكشف سجف الحجرة يعني حجرة عائشة التي كان يمرت فيها كشف هذا الأمر فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فظن أبو بكر أن رسول الله يريد أن يخرج للصلاة فتقهقر إلى الصف وكاد المسلمون يفتنون في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليهم أن أتموا صلاتكم ثم دخل الحجرة وأرخى السترة ثم حضرته الوفاة ورأسه الشريف على فخذ السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها يقول اللهم الرفيق الأعلى فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عن وأن يجزئه خير الجزاء على ما قدم وعلى ما صبر وبذلك نقول قد انتهينا من شرح الجزء الأخير من كتاب فقه السيرة نسأل الله سبحانه وتعالى اللهم رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم